أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دي الجلال والكمال واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه الكبير المتعال واشهدوا أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين أيها المشاهدون والمشاهدة القرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون هذه الصورة سميت بصورة المؤمنون نحكيها هكذا وإن كانت مضافة حتى تبقى اللفظة كما هي واردها في الكتاب المبين هذه الصورة لغد يحدثنا فيها سيد أربيه سبحانه وتعالى على أعباد المؤمنين والصفات لكرمهم بها واجبلهم عليها واجعلهم من أهلها لا اجعلنا وياكم منهم إن شاء الله فتحدث سبحانه وتعالى وبدأ بقد التي هي التحقيق قد أفلح المؤمنون أي فاز ونجح ووصل لأن الفلاح هو الفوز وحد تاق أي واحد يبحث على شي حاجا راه بغي يدرك منها الفلاح وسمي حتى الذي يصلح الأرض سمي في اللاحن حين كي يبحث لوحد الإنتاج غد يجيبه ويكون مزيان ويفرح ويدخل عليه الفرحة والسرور والبهجة ويصير به صاحب كلمة فكذلك ربي سبحانه وتعالى خلق العباد وضرب ليهم الأمثلة بالمعلومات ديولهم لكي يعرفوها ويعملوها دائما حتى وحد ما جاته أفلحها راه غريبة ولا أشن هي لا خاطبهم بالشيء المعلوم عندهم بسم الله الرحمن الرحيم قد فاز ونجح هذا اللي تأصف بهذا الوصف الذي هو الإيمان ولأن المسألة من باب التعاون ولأن هذا الجمع المؤمنون المؤمنين كاملين إلهما داروا الحجات اللي غادي يكونوا قدامنا قد فلح المؤمنون شكون هذي المؤمنين كديرين صفاتها يكين هنا ولكن فيها صفات شارحها أخرى في صور أخرى الله قال في صورة الأنفال إنما المؤمنون شكون هما الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم تخاف قلوبهم كيدروا حسابه كيعضموه كيحتارموه كيطيعوه وإذا تليت تعالهم آياته إلى اسمه آية الرحمن كتزيدهم إيمان ويقين وهذا الإيمان وهذا اليقين كيحقق فيهم التوكل والتوكل كيحقق العمل كيحقق كسل لا يذهب الكسل كيحي الكسل زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في القابول والإرشاد والهدايا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا جاءت هذه لأنها مفصلة في صورة أخرى هنا جاءت مجملة وغاد يجي التفصيل من بعد قد فلح المؤمنون يكونهم في الأعمال اللي هي أصل لأنها الإنسان الصلاق والشهادتين تافقن فيهم كامل المؤمنين كيبقى الغنى والفقر الناس مخالفين فيه ولكن بالنسبة التوحيد والعبادات الناس فيه سواء وإن كانت درجات ترفع بحسب العلم وقلة العلم ولكن هنا المساواة في الإيمان والصلاق الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني المؤمن من لي يجي للصلاق كي يتذكر راه دير دنوب وراه واقف قدام علام الغيوب الذي لا تفعله خافية ويتأدب ويسأل ويتملق السيدة ربي ويتمسكن باش ودائما وابدا باش يكون بعد يخرج من الصلاق كتكون حالته خارج الصلاق حال حالته هو في الصلاق هذا هو في صلاتهم خاشعون مش يكون خاشعون في الصلاق والخشوع هو التدرع والتدلول والخوف من الله ويستحضر باللي راه واقف قدام سيدي ربي راه ما كيخفى عليه من نواله راه عالم بسري وبخافيتي عالمني من فوق راسي تحت أقدامي ما غدين اكتم عليه تحاجا هو مطالع وعالم بدات صدور الاعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذين هم في صلاتهم خاشعون لأن الخشوع هو الخوف والخضوع والخنوع لله الذي أمرنا خوفا لنعود نكون مأدي تشلدك كندير انطلبه باش يقبل نسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عننا وأن يرزقنا الخشوع في الصلاة والأدب من يديه إنه وليدالك والقادر عليه السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته